الضغط الأمريكي على حماس للقبول بعرض إسرائيل لصفأة التبادل بيشبه الطلب من الحركة القبول بإلغاء نفسه الصفأة هي خدعة بهدف إطلاق صراح الرهين من دون وقف الحرب بشكل دائم بايدن اللي أعلن عن العرض بالنيابة عن إسرائيل أوحى ببداية خطابه أنه الصفأة حتقد لإنهاء الحرب والهدف طبعاً الضغط على حماس شعبياً على اعتبار أنه في طرح مقدم ممكن ينهي معاناة أهل غزة ترافق الضغط الشعبي مع ضغط سياسي ميرسته إدارة بايدن نقلت CNN عن مصادر من الإدارة الأمريكية أنه الولايات المتحدة ضغطت على قطر لتهديد حماس بيطرد إياداتها من الدوحة إذا ما قبلت الصفأة وزعمت المصادر أنه قطر أرسلت هالتهديد أشارت نفس المصادر أنه مصر عم تضغط بنفس الاتجاه كونها بتتحكم بالمعابر اللي بتتنفس من خلالها غزة بعد نشط تفاصيل خطية للاتفاق المقترح تبين عكس اللي أعلنه الرئيس الأمريكي في مرحلة أولى بينعمل فيها هدنة مؤقتة لمدة 42 يوم بيتم خلالها تبادل أسرة بس ما في شي بيضمن الانتقال من الهدنة المؤقتة للمرحلة الثانية اللي بيتطبق خلالها وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح باقي الأسرة الإسرائيليين بتقدر إسرائيل ببساطة توقف تفاوض بعد المرحلة الأولى وتنهي الاتفاق من دون وقف نهائي لإطلاق النار لهالسبب إجارات حماس برسالة تلقيها الوسطة العرب من يحيى السنوار حماس مش رح تقبل بأي هدنة إذا ملتزمت إسرائيل بيوقف نهائي لإطلاق النار هالرسالة معناتها حماس ما فيها تقبل بإلغاء نفسه